لأن احنا بطبيعة الحال كده في كل مرة في البرنامج وفي أي برنامج هتكونوا بتشوفوا وهم نتكلم عن جهود رسمية وعن حاجات بتحصل وإحنا صدقوني ما بنجملش يعني احنا بنحكي عن الموجود لو حد بقى شايف إنه المفروض ما نحكيش عن حاجة موجودة كويسة يبقى هو دي مشكلته لكن احنا بنحكي عن الموجود لكن يفضل طول الوقت زاوية تانية من القصة ليها دعوة بالتحدي الحقيقي للتنفيذ التنفيذ ده بيحصل إزاي بتحصل على مستويات خليني أقول لحضراتكو بيسموها كده في العالم خبرة المستخدم يعني لو أنا سمعت كده إن فيه تطوير عظيم جدا في منظومة المرور وأنا رحت كمستخدم ما شفتش التطوير ده فمش أسد فخبرة المستخدم دي حاجة مهمة جدا جدا الـ User Experience بيسموها في كل حاجة بقى في العالم في كل خدمة في العالم سواء خدمة حكومية أو خدمة بتتقدم من مؤسسة قطاع خاص طيب إيه موضوع خبرة المستخدم دي؟ إحنا بقى حصل عندنا حاجة وتحديدا في الطب لازم أحكيلكو قبل ما أحكيلكو عن القصة اللي جاية في التعامل مع القطاع الطبي اتسوقت وتروجت والحقيقة إنه كان فيها جزء من الحقيقة إنه أصلحنا يا جماعة الخدمات الطبية وصل المستشفى فيها نقص معدات اتروجت الحكاية دي والحكاية دي حقيقية حقيقية بنسبة كبيرة ليه؟ لأنه عندنا تحدي حقيقي في المستشفى الحكومية هتحقي تحدي مادي بالأكتر لا هو تحدي إنساني ولا هو تحدي علمي ولا عندنا مشكلة في مستوى الأطباء بتاعنا مستوى الأطباء بتاعنا متميز جدا رغم كل التحديات في دراستهم لكن مستوى متميز جدا فاتروجت الفكرة دي فإيه اللي حصل بقى؟ فابتدى الشخص العادي يفتكر نفسه هو هيروح يعمل شو كده على الدكتور بتاع المستشفى فيقرر إنه أي حد يقدر يروح المستشفى يزعق في الدكتور والحقيقة لأن القصة دي عدت مرة وعدت مرتين فواضح إنه بقى نمط وبقى السلوك متكرر وبقى جزء من معاناة الدكتورة وتعديدا أطباء الطوارئ هو فكرة الشخص اللي جايلي من الشارع ده عشان يزعق لي أو عشان يحسبني أو عشان يتخانق معايا مش هكرر وعيد قد إيه قوة الصوت العالي وقد إيه كل ما زاد قلة الثقافة عالي الصوت وقد إيه كل ما زاد الجهل بقت فكرة العمل على المشاعر والتعاطف والفكرة بتاعت انتو مش باني أدمين وانتو مش حاسين بينا بقت أقوى جدا بس الحقيقة يا جماعة الموضوع ما بقاش مقبول مش عايز أعيد وأكرر لكن هربط بس قبل ما أحكي لحضراتكم عن وقعة الاعتداء على الطبيب دي بس أعتقد إنها هتكون بداية لتغيير حقيقي في النمط ده أقول لكم مثلا أنه في قصة قريبة وتكلمنا عنها مبارح الزميلة العزيزة شفكي وفريقنا اتكلموا عن قصة المستشفى اللي تم فيها وفاء أو حادث مؤسف جدا لفقد أو حالة من الحساسية التحسس النادر جدا اللي بيحصل ثم فقدت هذه الفقيدة وكل الناس تعطفت طبعا محالة وفاء جماعة لازم نتعاطف لكن فيش ولا صوت بيتكلم بعقل ما فيش ولا حد بيقول يا جماعة أنتوا عملتوا الصح ثم توفت المريدة ولا أنتوا عملتوا غلط وما حدش سأل السؤال ده احنا بس بنسرخ احنا بس بنصوت مش عايز أعيد ولا أكرر بس وإنت بتستقبل أي معلومة فيها إنه معرفش برضو مين اللي نصب بعض الزملاء إن إحنا بسرعا نقول فلان ضحية الإهمال الطبي فلان فقيد فلان توفي فلان حصل له مشكلة لكن هو ضحية ولا لا دي تقولها التحقيقات عشان كده بعيدا عن اللي حصل بقى في حدث مستشفى لكن اللي بيحصل كل يوم في المستشفىات إنه ناس بتروح تتعدى عدة كتر وده مش مقبول مش مقبول بأي شكل من الأشكال لو حتى الدكتور ده قالك إن أنا معيش أعملك إسعافات أولوية وده مستحيل يحصل في المستشفىات الحكومية هم بيعملوا أقصى ما عندهم بس لو قال حتى مش قادر لأن عندي نقص معدات فيه جهات حسبه فيه نقابة أطباء تحسبه فيه وزارة صحة حسبه لو كان تابع للمستشفىات الجامعية فيه طرق تانية للرقابة إحنا كمواطنين محتاجين نتعلم إننا نتعامل مع طرق الرقابة ونحترمها أدوات الرقابة بقى على الدكتورة والمستشفيات محتاجة تجيب حق الناس عشان ما نفضلش إحنا اللي اتنين في الخناقة ديتو للوقت ترجمة نانسي قنقر